صرحت إدارة العلاقة العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن أربع فرق للإطفاء سيطرت على حادث حريقي صهريج نقل للوقود قبل الإفطار إثر انقلابه على الوصلة المؤدية من طريق المطار لطريق جاسم الخرافي وأضافت الإدارة في بيان لها بأن قائد الصهريج نجى من الحادث وأصيب بإصابات متفرقة نقل على إثرها للعلاج في المستشفى عن طريق فنيي الطوارئ الطبية وتناشد إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء شركات نقل الوقود إلى إلزام قائدي الصهريج التابعين لهم في القيادة بسرعات آمنة وقت نقل الحمولة لعدم التعرض إلى حوادث مشابهة